ربطة الأندية اللي هتدير الموسم ده عملت لائحة جديدة للمسابقات هيتم تطبيقها السنة دي اللائحة فيها مواد كتير بس دي أهم المواد اللي تهمنا كمتابعين للمسابقة السنة الجاية هتستمر معنا قاعدة الخمس تبديلات اللي بتتعمل على ثلاث توقفات مش منها توقف ما بين الشوطين من التغيرات المهمة في اللائحة الجديدة برضو هي عودة المباريات الفاصلة ففي حال التساوي نقط أي فريقين مع نهاية الدوري هنرجع للمواجهات المباشرة وفي حال استمرار التساوي هنرجع لفرق الأهداف وبعدين الأهداف المسجلة ولو استمر التساوي هيتم اللجوء لعمل لقاء فاصل بين الفريقين المتساويين أو لقاءات فاصلة لو كانوا أكتر من فريقين من المواد الجدلية برضو مادة اعتراف الحكم بالخطأ المادة بتقول إذا ثابت باعتراف الحكم في خلال 48 ساعة من المباراة وقوع خطأ منه في تطبيق قانون كرة القدم تلغى نتيجتها بقرار لجنة المسابقات وتعاد المباراة عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وضح وقال إن المادة دي مش جديدة وقال إن هيتم تطبيقها بس لو كان اعتراف الحكم بشأن خلل في تطبيق القانون زي ضربة جزاء غير صحيحة تسببت في هدف أو حصول لاعب على إنذارين خلال المباراة ولم يتم طرده اللائحة الجديدة غيرت في عقوبات الانسحاب من المباراة أو من الدوري الفريق اللي هينسحب من مباراة هيعتبر مغلوب 2-0 وهيتم خصم 3 نقاط إضافية من رصيده أما لو انسحب من البطولة كلها فلو كان انسحابه في الدور الأول هتتلغي نتائجه وكأنها لم تكن ولو كان الانسحاب في الدور الثاني هتفضل نتائجه في الدور الأول زي ما هي وتتلغي نتائجه في الدور الثاني الفريق المنسحب من البطولة عموماً هيتم حرمانه من المشاركة في المسابقات لمدة سنة ويبدأ المسابقة من الدرجة الأدنى طب إيه اللي هيحصل لو حصل ظرف خل الدوري ما يكملش؟ اللايحة بتقول إن لو الإلغاء حصل بعد حسم بطل المسابقة أو الهابطين هيتم اعتماد نتيجة المسابقة كما هي أما في حال إلغاء المسابقة من غير ما يتم حسم البطل أو الهابطين هيتم اعتماد ترتيب المسابقة بعد إيقافها في حال تساوي المباراة الملعوبة بين كل الفرق وفي حال عدم التساوي في المباراة الملعوبة هيتم الرجوع لآخر ترتيب كانت الفرق متساوية فيه في عدد المباراة الملعوبة ويتم اعتماده لتحديد البطل والمشاركين قرياً والهابطين